ننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات صباح كربلاء الخاصة بحلقة هذا اليوم والفقرة المهمة جداً وأيضاً يحتاج من عدنا أن ننبهكم أن تستمعون لها لأن بيها فائدة إن شاء الله وبها رضا لله ولرسوله فقرة التساؤلات عشرائية الشيخ ميثم الخفاجي مشكور له كل التوفيق إن شاء الله أن شاركنا في هذه الفقرة اللي نقل بيها معلومات كثيرة حول مواضيع خاصة بعشراء وأحداثها اتطرق في حلقة من الحلقات إلى أسباب النهضة الحسينية لكن الموضوع هذا واسع فنطانيا في جزئين الجزء الأول اللي شاهدته في حلقات سابقة وإن شاء الله الآن راح نستمعوا إياكم إلى أسباب النهضة الحسينية الجزء الثاني إن شاء الله خلونا نستمعوا إن شاء الله إفاعتة عمل الجميع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلي يا رب على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين اللهم صلي على محمد وآلي محمد تحدثنا في حلقة سابقة عن أسباب النهضة الحسينية المباركة طبعا هناك مجموعة من الأسباب لهذه النهضة العظيمة من الأسباب المسؤولية الشرعية أن سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه يرى أن هناك مسؤولية شرعية وقعت على عاتقه من الأسباب أن سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه أراد أن يزيل الظلم عن المسلمين من الأسباب أن سيد الشهداء عليه السلام أراد أن يحرر اقتصاد الأمة لأن الثروات الطائلة كانت بأياد غير أمينة تستخدم لمعاصر الله تبارك وتعالى من الأسباب أراد أن يطالب بحق أهل البيت عليهم السلام من الأسباب أراد أن يرفع الظلم عن أتباع مدرسة أهل البيت المتتبع للتأريخ والمتأمل بالأحداث يجد هناك مجموعة كبيرة من الظلامات نزلت على أتباع أهل البيت عليهم السلام ظلامات كثيرة جدا أحاول أقف على بعضها حتى تتضح الصورة لما نهض سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه هناك مظالم كثيرة على أتباعه على شيعته على شيعة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من المظالم إعداموا أعلامهم كحجر وإلى غير ذلك من الأعلام أخذوا إعدام هؤلاء الأتقياء الصلحاء من أصحابي وأتباع أهل البيت عليهم السلام ثانيا صلبهم على جذوع النخل شيعة الأمير سلام الله عليه صلبوا على جذوع النخل ثالثا دفنهم وهم أحياء يا لها من ظلامه رابعا هدموا الدور على رؤوسهم وعليهم خامسا شهادة أتباع مدرسة أهل البيت لم تقبل السبب لأنهم من أتباع أهل البيت عليهم السلام سادسا حرمانهم من العطاء مو مثل بقية الناس عطاؤهم قليل أو معدوم سابعا ترويع النساء من السيدات من نسائهم ثامنا إذاعة الذعر والخوف في جميع أوساطهم لذلك نجد أن الإمام الثائر أن سيد الشهداء صلوات الله وسلام عليه ثار ونهض حتى يرفع هذه الظلامات عن أتباعه جعلنا الله وإياكم من أحبائه ومن شيعته وأنصاره بفضله وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر